اشتركوا في القناة نجيبها من السوب بنا خضر ومن ثم نحمسها بالمحماس لحتى ما تعرق وصير شقرة المرحلة الثانية ندقها بالنجر لحتى ما صير خرج الطبخ وفط يعني معيار معين ونحطها بهالطبخ تطبخ على النار لحتى ما تعقد بعدين حطها بالدلة ونضيف عليها هيل يطبخ الهيل تفور الدلة الهيل مع الاجهوة والتقدم لضيوف اللي شروى الحاضرين هذه طرق تحضير الاجهوة بشكل مختصر اما بالنسبة لرمزية الاجهوة عند العرب الاجهوة هذه تسمى الاجهوة العربية لانها ارتبطت بالانسان العربي بيحله وترحاله مثل ما شرحت لك على طرق التحضير طرق تحضير الاجهوة رمزيتها عند العرب هي يعني ابواب الكرم الاولى هي فكاكة النشب هي فكاكة المشاكل وحلالة العقد هي خطابة العرائس طرق تقديمها للضيف يقوم المعزب يشرب اول فنجال يسمى الهيف ومن ثم يضيف الضيف فنجالين الفنجال الاول والثاني ويقول له بس اسماء الفناجيل الموجودة الهيف اللي قلت لك هو رمزية الامان للمعزب وتفقد الاقهوة فنجال الكيف اللي هو للضيف يشربوا باريحية يسمى فنجال كيف هذا اما فنجال السيف فعند ما يعقد مجلس الحرب او غزو او كذا ويقولون هذا فنجال فلان يشربوا هذا يسمى فنجال الحرب فنجال السيف هذه رمزية الاقهوة انواعها ايضا عديدة في عندك البن اليمني في السيلاني في الحبشي في الهندي البرازيلي قواتيمالي كولومبي كوادوري من الدول اللي فيها درجة حرارة عالية تنتج الاقهوة رمزيتها عند العرب ايضا هي الدل على الحضارة على الاصالة والدل على رمزية البداوة والدل على عادات الكرم والطيب والاصالة والعادات العريقة الضاربة في عمق التاريخ لما يجيك ضيف يحط الفنجال جدامه تعرف له حاجة المعزب يعرف انه هالضيف له حاجة هذا الضيف اذا ما شرب الفنجال ما تنقضي حاجته وانقاله شرب الفنجال قضيتها الحاجة لانه ما ينشرب فنجاله شغلة معيبة هذه بحق المعزب انه قهوتي ما تنشرب هذه شغلة معيبة بحق المعزب هذه رمزية اللي قهوة وطرق تحضيرها بالشكل المختصر المفيد ولذا تكلمنا عن تاريخها وعن القصائي اتباعها معظم شعراء البدو تغنوا فيها احد الشعراء يقول للضيف يقولوا تستاهل الفنجال لا مال ضلة في دلة يعبالها خمسة نواع في مجلس الراع الشرف ما يملة وسوالف يطرب لها كل سماء ونار انتواقد ما حطبها بجلة ونجري يصيح كنها الذيب لا جاء والثاني يتكلم عن القهوة لما مشى يوصي عياله يقول ام للوجار وخلوا الباب مفتوح خوف المسير يستحي ما ينادي ما ورا سكت الباب مصروح ولا هي لهلكم يا مظنة فوادي وثالث ورابع دو مدلول عميق عند البدو بشكل كبير جدا يعني البيت الماب القهوة يعرف عربوا يعرفون مو يعني مثلا احتقارا للناس لا بس العالم تروح البيت اللي بي لقهوة انه هو البيت الشبير هو مجمع ضيوف ومجمع الزينين فهي كلها مدلولية ترمز للعصالة ولا التراث والحل للمشاكل ولا الكرم والله مرة جاء البني انت انتحار وفا موسى خيار فقد الدار اشتركوا في القناة